يا لهو يا لهو يا لهوي دول بقى يا مايا اهلي وناسي وعزودي في الدنيا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وامة عشريهم بقى سبحان الله تحس انك وسط اهلك وناسك وبالذات بالذات انهار نورتي مصر والنبي اللي تيجي تحدي جنبنا شوية عشان نقرب من بعض ها هومي هومي ما تخافيش دول اخواتك ما تخافيش أهلك وناسك حلوة كله عيرة ياختي 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 دي حلوة قاوي وانت ريه قاوي والدعمة قاوي عسل عسل ساميحة دي ايه يا باي ايه كده ليه نهار ده يتحك وتهزر على طول ايه ده ايه حاجة السلام عليكم! مش يكرهم تضيف واجب برضو ولا ايه؟ واجب يا حاج الحمدلل على السلامة مارسي ايه تدي بتنطع؟ تبا با 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 حاجة يا موليك وز اهلك من عزك يا زينب! ايوه يا حاج جاهز الوض الربع يا الله امرك يا حاج مش هتسلم على عيالك وتشوفهم يا حاج آه طبعا طبعا يلا انتهلهم تعالوا يا عيال تسلموا على باباكو جه بابا! 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 يا حبيب! بابا! أيانه! آه! دول عائلتي واللي شفتيهم دولي بولادي انت كيف تعمل فيه يا هاكي عملت ايه حكت علي وخبيت انك مجوز ما انت كنت مخطوبة وفساختي الخطوبة اول ما تقدمتلك ورغم كده ما قلت ليش كيف عرفت انه كنت مخطوبة هو انت فاكر ده انا هتجوزك كده عميني مش تازل ما اسأل وعرف عنك كل حاجة واستنيتك عشان تقولي لي عشان اقولك انا كمان ايه بس اه هادا كانت مجرد خطوبة وده شارع الله انا مش عامل حاجة حرام كل دول مراطاتي على سنة الله ورسوله وانا من حق اتجوز واحدة واثنين واربعة كله بما يرضي لنا بس كان لازم تقلي هيدحق وانا كمان كان لازم تقولي لي وده حدي ما اقولي رأسك فوز انت عم تعمل هيدة مثل هيدة ما هي انت ليه مكبرة لوضوع لا اله الا الله لو حسيت باي تأثير او اي حاجة نقصاكي ساعتها يبقى لكي حق انك تشتيكي وتعترضي بس هيدا الوضع ما راح يقدر اتقبله انت لسه ما جربتهوش يا حاببتي عشان تعرفي انا تقبله ولا لأ لك انت ليه عم تعمل فيي هيك شو عملتلك انا حرام عليك انا عملت ايه انا شفتك حبيتك طلتك للجواز وانت وفاتي ما اظنش ان عملت حاجة غصبة عنك بس انت عم تشبرني عالشي ما راح اقدر اتحمله مويا اللي مش هقدر استحمله انا هو اني شوك في الحالة اللي انت فيها ايه ما تبص ليش كده مويا حاببتي انا عمري ما اظلمك وهعمل كل اللي اقدر عليه علشان اسعدك انت مراتي دي راتي يا مويا مراتي وعمرك ما تحس ان في حاجة انا اصابك وده بقى انت مش هقل من ايه واحدة فيهم بالعكس بالعكس بقى ده انت العروسة اللي جات وخطفتني منه يعني المفروض هم اللي يبقوا عاملين كده مش انت شيلي من دماغك ايه واسوس واجهزي نفسك لسعادة كبيرة مستنيكي وفرحة انا شايل هالك هتلاقي معي اكتر من اللي كنت تتمنى بتشوف رواه ايه هنسكت كمان المراتي واحنا في ايدينا ايه نعمله يا سميحة نسود عيشته زي ما بيعمله في الافلام يا اختي بمثل بيقول يا جزل اتنين يقدر يا فاجر ما بالك جزل الاربعة يكون زي ما يكون بس نجننه برضو نجننه لا لا نجننه لا ده كده يطلقن يا اختي ما احنا اللي بنديله الفرصة لما كل مرة بنسكت وبنهنن الامورة اللي بيجيبها لنا ما يمكن تزهق ولا ما تقبلش ورحمة امي لن خليها تهجي وتاتفش بس وحيات ابوك انتي بلاش وش الملاكة بتاعك ده خليكي مسح صحة معايا كده اميه اميه يا اختي اميه اللي انتي هتعمليه انا معاك فيه وانتي عنهار وهو اصل انا للأسف اني لازم اكون معاكم ولو اني مش متطمنة ولا مرتاحة ماشي نمد ايدينا في ايدينا بعد بقى ونقرأ الفتحة على قلة الاصل بيت يا ساميح عيب انت انا موت في روح الجماعة التكلمة والله بسم الله الرابع الرابع لا تققي يا زينتي وتسيبيني عن العجل زي كل يوم خليكي في نفسك يا زينة بروحي مدهيلي على المحروسة الجديدة خليها تيجي تطفح يا قلبك بتعمليلها العشب نفسك كمان زينة ب قلت خليكي في نفسك وروح يعملي اللي طلبته منك وعلى فكرة الحاج زمانه على وصول مهو قلبك الطيب وهو اللي مطمعهم فيكي خلي من الوش يا زينة خلي ده انت عيلا تشيل مهو قلبك مهو قلبك مهو قلبك ده انت ع panda عملت اللي قلت لي عليه بالضبط وسميحة مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل الاتفاقن عليه وانا كده بقى عملت اللي عليها اتفضل اللهم وصلي عن نبي امر الحج عنده حق شو بدك اتفضل يا هانم العاشة جاهز مرح اطلع غير ما يجي فواز استتة انهار بتقول انه على وصول انا ما خصني بحدا ما رح اطلع غير ما يجي فواز اهو الحج بيركن ونازل اهو عنجاد ايلا انتريني جاية معك تفضل استني يا زيتة بتاعلك مطاني بدي انتر فواز ككفرة لما تلحفك اطلع السلام عليكم والرحمة الله اهلا حبيبي احنا اصتقتلك ايه الحلاوة والجمال دا ايوة كده بس خيفي شوية انت كده هتجنينيهم من وقته ما ظهرت حبس حالب القوضة لو كايف قدر ما يعملو فيه شيء دول دول نسمة. نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقول لك ايه? دي وحشتين يا هوية. هاي ده الحكي بتقوله لا قلو ولا كل واحدة منهم. بقولنش ليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها? عشان ترتاح يا قم.